اشتركوا في القناة السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعلم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل نتواصل معكم أحبتي في شأن البطل الهاشم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه هنا يطرح سؤال لماذا بكى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وقد ودع ولده إلى ساحة القتال ألم يعلم أنه سيذهب إلى الجنة ألم يعلم أن النعيمة ينتظره مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن لماذا ودعه وهو يبكي وقال واقعا كلام عجيب حينما رآه يعني الإمام الحسين حينما ودع ولده قال تلك الكلمات اللهم اشهد على هؤلاء القوم إلى آخر كلامي ودعا عليهم وحينما رآه في المرة الثانية رآه مضمخا بدمه قال بني علي بني علي قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وانتهاك حرمة الرسول هنا أحبتي والإمام يقول واغوثة حينما يتي علي الأكبر ويطلب منه الماء بعد الحاملة الأولى شيء يقول الإمام الحسين عليه السلام بني واغوثة ما أسرع اللحاق بجدك فيسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا إذن لماذا يبكي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الجواب على هذا يبكي لانتهاك الحرمات أن هذا الغلام أشبه الناس برسول الله ابن بنت رسول الله ابن الحسين ابن سيد شباب أهل الجنة وشبهه واضح ومعروف علي بن الحسين الأكبر سيرته وتاريخه في المدينة المنورة يعني أنا أنا مو في موضع حديث عن علي الأكبر لكن سيرته كانت معروفة بكرمه بعبادته بجوده بشجاعته بكل الصفات الحميدة إذن هنا انتهاك الحرمات أن يقتل هكذا شخصية قريبة من رسول الله صلى الله عليه وآله لو نستذكر ونحن نعرف أن الإمام الحسين هو وارث الأنبياء يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما فارق يوسف عليه الصلاة والسلام عند داعش ولد أو 12 ولد عفوا وفارق أحدهم هو يوسف لماذا بكى عليه خمسين سنة وهو يعلم يسأل ملك الموت هل مرت بك روح يوسف يقول لا يسأل الذئب المتهم بأكل يوسف هل أنت أكلت يوسف ينكر بريء هنا يبكي وهو يعلم أنه حي وموجود ولكن هذا الفراق المؤلم الذي سببه يبكي عليه خمسين سنة وهو يعرف ما سيقول إله الأمر والعقل يقول لا يجوز يقاع الضرر بالنفس ومن هذا البكاء أصبحت عيناه بيضاء عين بيضاء عين يعني قال وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم إذن نتيجة هذا البكاء المستمر العمى عن بيضة وما يشوف بعد إذن لماذا هذا البكاء البكاء أنه انتهاك حرما إخوة نبي وأولاد النبي يكيدون لأخيهم هذا الكيد أرادوا قتله اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اللي قال أحدهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي إذن هنا يعقوب يبكي على أن هؤلاء كيف بلغت بهم الجرأة بأن يضعوا أخاهم في البير وينفوه عن المدينة بعد ماذا اتهموا بماذا اتهموا أباهم اتهموا بأنه في ضلال إن أبانا في ضلال مبين مو الضلال يعني الانحراف والعاذب لا معاذ الله أن أبانا لا يساوي بين الإخوة يحب يوسف أكثر مننا يحبه أكثر مننا فمين يساوي في قضية الحب وطبعا معروف أن يوسف كان صغيرا وبنيامي كان صغيرا فيمين الأب إلى الطفل الصغير أكثر من الكبار كما أنه دلل الكبار يدلل هؤلاء الصغار لكن هؤلاء لم يستطعوا أن يروا ذلك فكهدوا هذا الكريم اتهموا أباهم النبي الكريم نبي الله يعقوب بأنه في ضلال مبين بأنه لا يساوي ولا يعدل في محبته بين الأخوة إذن هنا هنا انتهاك للحرمة فنرى أن يعقوب يبكي هذه السنين الطوال حتى بيضت عينه من الحزن فهو كظيم كذلك إمامنا أبو عبد الله الحسين يعلم أن ولده سيذهب إلى الجنة وسيسقي بني واغوثاه ما أسرع اللحاق بجدك فيسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تضمع بعد عبدا لكن كان يبكي لانتهاك الحرمات التي قام بها هؤلاء الأعداء لذلك يقول بني علي قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الرحمن جرأ جرأ كبير ما أجرأهم على الرحمن وانتهاك حرمة الرسول إذن جرأ على الرحمن بقتلك وانتهاك لحرمة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك الإمام كان يتألم وعبر عن ألمه وحزنه بهذه الدموع التي خرجت من عينيه الشريفتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى